اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة بلغة بايتون في هذه المحاضرة راح نبدأ بشرح الحلقات التكرارية واللي هي تأتي بعدة انواع الوايل واللوب والفورد وطبعا المجموعة من الانواع اللي تسمح لنا انه نعمل حلقات تكرارية الحلقات التكرارية هي عبارة عن تكرار بيانات معينة ممكن تكون هذه البيانات تكرار نفس البيانات تكرر ممكن تكون تكرار انتاجي اي انه تنتجنا تكرار تسلسلي مثلا الارقام واحد اثنين 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 اربعة او المصففات تبدأ انه باول جزء وتنتهي بالتكرار الى ان تصل الى الجزء الاخير وهكذا وان شاء الله راح ناخذ اكثر من المثال حتى نبين بالعملية التكرارية مثلا راح ناخذ مثال هذا المثال اللي هو هذا الشكل هذا المثال راح نشرحه بالتفصيل المميل وراح نتعرقه على نتيجته طبعا مهم جدا هذا المثال اللي راح نحتاجه لاحقا بقواعد البيانات عدنا متغير هذا المتغير اسمه اكس قيمته صفر طيب عدنا عملية التكرار وايل هذا هو الكود الخاص بالوايل تكتب كلمة وايل فراغ تكتب اسم المتغير اللي باعلى الوايل او اسم المتغير اللي راح يكون عليه عملية التكرار طبعا احنا اختار هنا اسم المتغير اللي هو اكس طيب عدنا هنا علامة الاصغر والاكبر وعدنا احنا نرقل احنا هذا هو بشكل عام هذا الجزء اللي هو ما بين كلمة وايل والنقطتين هو شرط التوقف شرط التوقف يعني شنو؟ يعني معناه الادات او الدالة وايل راح تبدأ بعملية التكرار وتتوقف عندما تصل لهذا الشرط بدون هذا الشرط لا تتوقف الدالة طيب فكرة هذا المثال هو انه راح يزيدن التسلسل يبدأ من صفر وواحد اثنين ثلاثة اربعة وطبعا بدون هذا الشرط راح يبدي التسلسل من الصفر وينتهي الى ما لا نهاية وبالتالي البرنامج راح يعلق ويتوقف لان الاعداد غير منتهية جدا طيب حتى نوقف الدالة لا بد انه نوقف الدالة حتى لا تبقى تكرر الى ما لا نهاية لا بد انه نضع شرط التكرار وشرط التكرار هذا هو عندما الاكس يصل الى عشرة او عندما الاكس يكون اقل من عشرة يعني يوصل للتسعة ويتوقف صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ويتوقف ما راح يضيفلنا العشرة ليش لان احنا شرطنا انه هذا الاكس راح يبدي يكرر اللي بالتسلسل الى ان يكون اقل من عشرة ويتوقف طيب بعد ما كتبنا الدالة وايرل وكتبنا شرط التوقف ورح نجي نطبع الاكس هذا هو الاكس عندما نطبع الاكس الاكس هو قيمته صفر عندما انطبعه راح يكون هو صفر طيب اذا احنا نريده يتكرر بزيادة يعني يتكرر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة راح نكتب نفس المتغير هو الاكس نفسه راح نعيده هذا المتغير ولكن قبل المساوات راح نضيف زائد واحد شن يعني؟ يعني معناه انه هذا الاكس هو نفس الصفر زائد واحد وحيكون واحد الواحد زائد واحد راح يكون اثنين وهكذا يبدي يزيد ويتزايد الى ان يكون اقل من عشرة يوصل للعشرة ويتوقف حتى تنتهي عملية التكرار طيب هذه الخوارزمية تقريبا تقريبا ثابتة تنحفظ مع تغير المتغير يعني انه الاكس ممكن يكون غير متغير عملية البداية او الانطلاق ممكن تكون اثنين شرط التوقف ممكن يتغير البرنت تبقى ثابتة وهنا طبعا عدنا المتغير هذا يتغير مع اسم المتغير هنا وعدنا طبعا المساواة زائد ناقص او الخطوات هذه طيب الان راح نجري عملية المعاينة اذا لاحظ هذا الكود راح يقراننا الارقام من واحد الى تسعة ويتوقف طيب طبعا بامكاننا انه نخليه يبدي من اثنين وليس من واحد او ممكن يبدي من خمسة هذا الشكل اذا لاحظ راح يبدي خمسة ستة سبعة ايضا بامكاننا نتوقف للعشرين بامكاننا نخلي للعشرين مكان ما ثلاثين بامكاننا نخلي الكودる poss الى عشرين مكان ما عشرة متم اللاحظ بامكاننا ن이즈 لقفز يقفز يقفز واOpen ويقفز 2 وليس يعني مرتبة مرتبة يعني 1 3 وهكذا مثل ما نلاحظ 1 3 5 فإذا نقدر نتحكم بعمليات التسلسل من خلال هذه البداية وهذه النهاية وهو التوقف وهنانا عدد مراتب القفز طيب هذا كمثال على الوائل هذا مثال هذا list بمجموعة من الأسماء لو حبينا نطبع هذه الأسماء مثلا print ورح نطبع name ومن ثم رح نجري run إذا نلاحظ أنه هذه الليست رح يتم طباعتها ولكن طباعتها بطريقة المصفوفة بطريقة الكود وليس بالطريقة المتسلسلة يعني اسم اسفل اسم بالطريقة اللي ممكن يستعرضها بشكل يعني افتراضي طيب هذا عملية الاستعراض بشكل عام هي غير صحيحة عملية الاستعراض الصحيحة هي من خلال الوائل طيب رح نستعرضها من خلال الوائل فهذا الكود اللي راح نكتبه هذا الكود اللي راح نكتبه هذا هو نفس الكود اللي راح يستعرضنه الأسماء طيب نجي نشرح هذا الكود الكود هو أنه A تساوي صفر صفر بمعنى أنه راح تستعرضنا مرتبة واحدة هذي المرتبة اللي هينين صفر طبعا مثل ما نوهنا باللست هذي صفر واحد وثين ثلاثة طيب او يعني اربع قطع هذي عبارة عن قطعة قطعتين ثلاثة اربع قطع عدد هند طبعا هذا الكود راح ناخذ من عنده كونترول اكس وعدنا تالة اللي هي اسمها لين نفتح اوز وبداخل اللين راح نكتب اللي هو النايم ورن اذا لاحظ انه هنانا عدنا اربعة راح تعرضنه هذي النايم هي اربع قطع هذا الشكل لانه هذي لحد الاربعة وتتوقف طيب فالان هذه هي اربعة هذي اللين راح تعرضنه عدد القطع الموجوده طبعا اربع قطع مثل ما نلاحظه هنانا طيب الان هذي الكود الاي تساوي صفر وايل اي اصغر من الرقم اللي هو عدد القطع واحد اثنين ثلاثة اربع يعني بامكاننا انه نخلي هنانا اربعة نكتب اربعة بهذا الشكل ابرينت نايم يعني عرضنه اطبعنه هذي بعدد القطع القطع اللي هي صفر يعني عرضنه القطع رقم صفر اللي هي اي يعني الفكرة هنانا شنو الفكرة انه هنانا شرط التوقف هو عندما نصل الاربعة راح يتم التوقف طيب مياه اهنانا البرينت راح يعرضنه هذني يطبعنه يا هنالستات اللي هو القطع رقم اي اللي هي القطع رقم سفر طلعا قلنا هاي القطع رقم سفر راح يعرضنه هنالك قطع رقم سفر طيب انا اريد انه عرضن القطع التالي راح اقل لأي زائد واحد يعني هنانا الاي اللي كانت صفر راح تصير واحد راح يعضلنا القطع رقم واحد اي زائد واحد القطع اللي هي واحد صارت اثنين راح يعضلنا القطع رقم اثنين وهكذا الان يوصل للاربعة ويتوقف شمعنى اربعة لان احنا حددنا لهنانا اربعة الان نجي نانا نستعرض بطران هذا لاحظ عندنا بهاء علي محمد سلح طيب هذي الطريقة الكلاسيكية الطريقة الاحترافية واحنا ما راح نعرف عدد القطع شكت وممكن هذي متغيرة وممكن ما نشوفه احنا بالقاعدة البيانات ويعني مو من الصحيح ان احنا نجي نكتب اربعة وراح نكتب دالة هاي الدالة هي تحسبلنا عدد القطع وتخليلنا اياهن اهنانا فالبرنامج هو راح يعرف يشغل عدد القطع من خلال هاي الدالة اللي هي اللين فنكتب لين بهذه الطريقة وبداخل اللين راح نكتب اسم المصفوفة او اسم الليست احنانا هذا الكود هاي الدالة هذي هي تحسبلي عدد القطع وبالتالي الوايل راح تتوقف عند اخر قطعة بشكل دايناميك كذا نجي هنا نجري عملية الرن مثل ما لاحظتها علي محمد سلام وكذا طبعا من هالك امثلة كثيرة راح نتناولها ونتطرقها بشكل معمق ان شاء الله بالمحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة